حلقتنا لهذا اليوم من سلسلة رشفات في أسئلة عن الكلمة الطيبة جميل جدا ما الكلمة الطيبة؟ هي التي تحدث في النفس سرورا وانبساطا ما المراد بالكلمة الطيبة التي ضرب لها المثل في القرآن؟ تعني قول الله تعالى ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نعم المراد كل كلمة طيبة وأعلى ذلك كلمة التوحيد والكلمة الخبيثة في الآية الكلمة الخبيثة هي كلمة الكفر فما دونها هل من كلمة طيبة عن هذا الموضوع الطيب في القرآن؟ هذا يحتاج إلى شيء من البسط ولكنني أوجزه في كلمات نعم تفضل الكلمة الطيبة لما لها من أثر حسن على القلب وعلى النفس وفي الخارج أيضا بعد ذلك لما كان لها ذلك الأثر العظيم أوصل الله تعالى بها وحث عليها في القرآن الكريم وقال سبحانه في سورة البقرة وقول للناس حسنا وفي قراءة حسنا أي يقول قولا حسنا وقال سبحانه في سورة الإسراء وقل لعبادي يقول التي هي أحسن هذه درجة أعلى من الحسن ويقول المولى سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا والسديد أعم من القول الحسن لكن الثمر ها هنا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم فمن أراد صلاح العمل فعليه باختيار الكلمة الطيبة والقول السديد مع التقوى طبعا ولأمر ما ذكر الله تعالى حال أهل الجنة في مواضع متعددة بأنهم لا يسمعون إلا الكلمة الطيب ولا يقولون إلا القول الطيب وقال في سورة الحج وهدوا إلى الطيب من القول وقال سبحانه في سورة مريم لا يسمعون فيها لغوا إلا سلاما وفي سورة الواقعة لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وفي سورة الغاشية لا تسمع فيها لاغية وفي قراءة لا تسمع فيها لاغية وفي قراءة لا يسمع فيها لاغية القصد أن كل هذه الآيات والنصوص كلها تنادي بصوت عال على أن الكلمة الطيبة لها أثر شريف وجميل على الإنسان حتى على المتكلم نفسه ما معنى قوله تعالى إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ قيل الرافع هو الله يرفع العمل الصالح يصعد إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه؟ وقيل العمل الصالح يرفع الكلم الطيب لماذا؟ لأنه يصدق القول فيحتاج القول إلى شيء يصدقه وهو العمل العمل الصالح هو الذي يرفع القول الطيب أو الكلم الطيب وهناك معنى ثالث وهو عكس الثاني هو أن فاعل يرفعه هو الكلم الطيب أي يرفع العمل الصالح ولكن هذا لا يستقيم إلا إذا قلنا الكلم الطيب هو كلمة التوحيد لأنها هي الأساس والمعنى لا يرفع عمل صالح إلا إذا صح الأساس إلا بقول طيب وهو لا إله إلا الله هل جبر الخواطر من القول الطيب؟ نعم لا شك في ذلك ومن معاني الجبار أنه يجبر خواطر عباده هذا واحد من المعاني الأربعة لهذا الاسم الجليل ما الفرق بين القول السديد والقول الطيب؟ القول السديد كما ذكرت هو أعم القول السديد قد يكون قولا طيبا وحسنا وقد يكون أحيانا كلمة حازمة ويكون سديدا وهذا من الحكمة والقول الطيب هو القول الذي اجتمل على لفظ جميل نعم كلمة نختم بها هذا اللقاء نختم بكلمة طيبة وهي تحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته